العمل القصري آخر الاتهامات الغربية لبكين ورغم ذلك لا تعير الصين انتباها لهذا نفت الاتهامات ضمنيا خلال افتتاح جلسة مجلس الشعب الصيني فالعامل وأجره وساعات عمله قضايا أخذت نصيب الأسد هنا في مناقشة خطة الحكومة العام المقبل أما التهديد الغربي بالعقوبات على الصناعات الصينية تقابله بكين بنوايا فتاح تجاري على الغرب تحديدا وفق ما جاء في مسودة العمل الحكومي خطة العمل الحكومي يتصفحها البرلمانيون هنا للمرة الأخيرة قبل إقرارها حال العمالة الصينية نوقش بزوايا عديدة منها تحسين الأجور والمكان الاجتماعي ما ينفي اتهامات الغرب للصين بانتهاكات حقوق عمالها أما على هامش الجلسة فالاتهامات الغربية وصفت بالكاذبة الأفعال أقوى من الأقوال منذ زمن طويل والصين على طريق الحفاظ على حقوق الإنسان خاصة حقوق العمال إن الصين تعتبر العمال أمرا سياديا بالنسبة للاتهامات من الدول الغربية فإنها كاذبة ونرفضها الاتحاد الأوروبي كما أمريكا سابقا يتجه نحو إجراءات صارمة ضد السلع الناتجة عن العمل القصري في بكين في وقت تدرس الصين تسهيلات تجارية وانفتاحا اقتصاديا عالميا الصين تتمسك بالانفتاح باستمرار بلا توقف أمام العالم خاصة بعد أزمة كورونا نأمل أن يرى الغرب الصين بالصورة الحقيقية في العصر الحديث ومعيشة الشعب الجميلة تعزيز الابتكار التكنولوجي في مجال الصناعة أولوية حكومية أيضا لتكون التكنولوجيا مساندا للعامل لا بديل له ضمن خطة ساعدت على تقليل نسبة البطالة على مدار السنوات الماضية غيداء السالم العربية بكين ترجمة نانسي قنقر